فما وجيعة فما حسرة فما كي تخزر في عينين عبد القدر ركباوي تحس برشا وجيع برشا حسرة برشا ندم شو ليسار عبد القدر سمعني أول حسرة الانسان بشوف اللي يتجعلي يتجع من بوه من خوه يتجع أما أنا كي كنت في الجماعية ديكا بحكم الناس كلها ترا ما بخلت عليها حتى دقيقة أنا ما الناس الملعب تونسي ما بخلت عليها حتى دقيقة وأنا من الناس اللي ديما حتى كنت نلعب كنت ديما في الواجهة وما نجيبش نتخبه يزيبني تلقى برشا ضرب بالرغب نلقى الضرب وما نتخباش بش نواصل نلعب وعاتي ما عندي أنا أقسموه بالله العظيم اللي حسبت معاها جمعيتي كيكون دقيقة ديما الله يبارك وديما نلعب والشرطات والريق الفارغ وكالحكاية الفارغة اللي فتريكن ما عنديش اللي وجعني اللي وجعني اللي جيني من رئيس جمعية اللي هو عبارة كابويا خويا صاحبي هو ديريجي فيه هو في الاخر كرئيس جمعية اسمك رئيس جمعية راك طي شو قدور؟ يودي سامحني تقول واحد تقول بوبالا هز خرجها شاشي خرجها وطيشها شامحوني في القمة وحطوها في البيحة وشا صارت لا لا جا تطلع ليك اللي وجع لي أكثر من هكاكة كي تضرب سيقك تقعد أربع أيام وهي تدلدل متنزوش للكلينيك تصرف عليه يرويه النعبي يدخلك في الفلوس تصرف عليه ما هكا ولا ليه اسمي عبد قدرك بيه والنس كلها تعرفوا ونس كلها تذهبوا في التيران نس كل تخاف منه يجيه رئيس جمعية موش متابي وبعد ما انه تعمل عملية بعد أربع أيام بعد أربع أيام ما جيتس زادة حتى الاسبيتار بش تطلع ليه وبعد ما روحت للدار ما جيش حتى بش تطلع ليه خلستو بالكرني بتاع سين اير بيس اني نخدم منها في الإدارة وقتها مشيت عاية المرتكي جيت خارج من السبيتار لقيت قدام الباب وانتو شو كنت انتظر في لحظة ذيكا؟ انتظرت بش نلقى لونتوراج انتاعي جايني وعايلتي لولا كما يقولوا معناها جمعيتي جايتني ورئيس جمعيتي جايتني وجايب لي باكو نوار وبش يقول لي قدور وسمحنا وان شاء الله لباس وان شاء الله نتلاهو بيك ويزمك تتلها بيه حتى في الريديوكاسيو حتى في الريديوكاسيو ما همش لاهين بيه جمعي شو عملت في السبيتار بشتري سابسيو تلقى روحك يا ودي قدام الباب قلت له ما يجيه قال لي ما يجيه حتى حطرة قلت له سامحني جيت للمرام تاعي التكيت هكا على جناب قلت له خليني قاعد لهنية انت يمشي للدار هاوك الكرنيه في البلاسة في الونية سامحني قدور في الكلمة يعني قاعدينك في السبيتار وقتها وكأنه لأس انهيار كلي لا لا يعني وقتيني بعثت المدام باش تجيب الكرنيه يعني قدور ركبيه وما ادرك رهان نروحو هاني موجود عنكم حتى تمشي مرتي تجيب الكرنيه وتجيه قاعدت مرهون غادي لي جاء وخلصته 76 دينار كما طوان ذكرها فهمني ما نكذبش عليك توجعت برشا وانا حتى ريقت في السبيتار وضربت ثلاثة يام وثلاثة ليالي من السيقي معناها وجايع محبش تكف توجعت ياسر تعبت ياسر نفسيتي تعبت الرد ملقيتوش زيرو من تحت الزيرو فهمني؟ نفسيتي تعبت سي بورسال ذيك علش انا راني ما نتبعش كورا برشا؟ بعد لكسون ذيك قدور قررت الاعتزالة؟ مش الاعتزال الاعتزال نحيتها من مخي جملة كورا نحيتها من مخي جملة اللي حتى اللي اللم والبوه يتفارخوا يقعد لولد الصغير دول عمر موجوع شوان من بو شوان من نمو بش يمر نفسيتي انت مرث فهمني؟ التحامل عليك جدور تواصل حتى بعد الاعتزال فهم تحامل تحس فهم نوعا ما من التمييز العنصري وقع عليك؟ حسيت اي حسيت اي الوقت فهم التمييز العنصري ومنه هو بالذات نفس رئيس جمعية رد فعله ما كانش بهاي من حابش نسميه هو توه مريض ورب يشفيه وشاله ربي يسامحه اما ما يزموش يكون بك الحكاية ذيك انا من يزمو يتعامل معايا كامل يعبي هو التعصف عليك ادورو تواصل والله واعلا لا اشكوه من هو نحكيه تواصل بعد اللي صار لك على مستوى انت لاعب بعدك الاصابة وبعد ما اعتزلت تواصل حتى اقصائك من مباراة قدمة اي اي اذيك الزيت قلت له انا نفسيتي هلها لو تكملت انت عليها هلها وقتها مختارة ليلي مختارة ليلي هو اللي اقصاك من مباراة وقتها اللي تميم معاه فاهمني وقتها انا جايبوه بشي عاملو كذك ولوت في الحسومي كيجيبوه وذكروه فيها كل نهرة ذيك كيفاش انا عملت شوية حسو كتنرفست وهزي تروحي وروحت انتي سدعوك على اساس مش تلعب بوراة قدمة عايتلي نبيل معلول وقته عبد الحميد هرقير مش نجيبش نكاورو فاهمني وبعد جاني مختارة ليلي قالي انا ما عايتلكش وعليش متعايتليش شنو اسببري متعايتليش قالي اخوي شنوهني أخدت تعريقي mmm يروحي وباره rum كانت المباراة في ملعب رتس في ملعب رتس أول وقت أنا كنت في فرنسا وقت أمام المنتخبين يجي قولي يجي يمشي معانا مش لازم تلعب ولا كذا أنا مش لين عندي رغبة وقتا عندي رغبة نعب من سكس معلك با يجيت قولي انتي كذا وكذا مشو مدمون للأسف جدور خلينا نقول لك جدور لسلك غيبوك ولا بعدوك على مستوى الإعلامي طيو أكثر من عشي سناء جدور مظهرتش حتى الإعلام بيدو هو في بالو يسمع فيني أنا راني مانيش نبشر في الكورة مانيش نتفرش في الكورة بعد على الكورة كومبلتما اقل واجب كانوا حتى يضيفوك حتى مش نحكيوه على مسيرة جدور الرقمية ويضيفوني عادة مرات وحكيتهم ومشو معي حتى كانت أكثر على يوتوب جدور حتى جمهور الملعب التونسي ماني جمش يلومني يديم يقولوا قادور عندو الحق ولتوا مانا الحق مانا نكذبش عليك جمعت استاد تونيزيان كلهم من اللي كانوا سيبورترات اللي يحبوا استاد ولتوا يحبوني يحبوني بالضبط وين يراوني هكا هكا بيب عبدالقاد الركباوي واختي اللي فقد رئيس الملعب التونسي موقفش معاه وفقد اصحابه وفقد الوسط الرياضي نجمه نقوله لقى زوجته ووقفت له ووقفت معاه زوجتي وصغاري وعيلتي ولا تحومتي ولا قارب امتاعي خاطر انت دور دي ما تحكي على زوجتك وعلى وقفتها معك ايه ميسين رمال اخي اشترى حياتي هذيك وقفت معايا بالصراء وفي الظراء فهمتني ميسين رمال ولتوا هذي كوم ولادي موجودة وكذا ولتوا ولادي ولادي انا وليت عاب ستة حفاد رو ما شاء الله فهمني حفادي يجيوني ولادي يجيوا بحذايا الحق ما نكذبش عليك انا توا كي جيتك السباح خليت بنتي وبنت بنتي في الدار غادي والمرأة متاعي بحذايا برشة معلومات انه ولادك زادة ما شاء الله من حفاظ القرآن شو نجمو نحكيه على ولادي كده عندي الولايد الكبير البكرة متاعي اسمه محمد ايوب اه ما نكذبش عليك ولدي معنا يسمع الكلام برشة متأثر بي برشة يحب يكون ملابي هو عنده في سقيه ما شاء الله ليه مي انا اللي كاني باعدتوا عليه الشي هذة عليش باعدتوا عليه ديما نوري فيها اخذر ساقي كيفيش مكريتها اخذر الوضعي اللي احنا فيها كيفيش وتشوف في الجواريت هذوك وهكا وهكاك وتشوف في بوك مثلا يحاوس بكارها بغولف تروع عنده ميتين الف سنة ميسي نورمال نحبك وليدي تفهم الواضعيات وتفهم هذي ونعيش بالضابط بالضابط وراني مانيش بش نواسل لكن الوضعيات بدلت قدور مش كما مش عيش والقدور في الوقت الحالي كلاب كما عاش قدور اقبل كلاب حتى نحكيه حتى على مستوى المدى صغير ولا ولدي بطلت قره ولدي خليته صغير فهمتني واليوم ما يعمل يعمل امام خمس في جامعة المنزاويت ما شاء الله لي حفظت القرآن فهمتني في مدرسة عقبة ابن ونافع فهمتني ولا يشرف عبد الرحمن الخليفة نتذكره اعمل حكاية عشرين خمسة عشرين حزب غادي في تونس وبعد لقيت الولد معناها بشي ندمج معناها في الكورة في الحومة وهو غاب وهو مشي وهو ما ركزتو شوية في مدرسة حسن الورغي على اساس بش يبدأ يحفظ بشوية غادي ويكمل المشوار نشوفيه هكا بداي يميح بارشة للكورة والي تقول لوراني شوفوا لديراني بش نمشي لليبي بش نمشي هكا نتسوق طريفة يمشي معايا قالي نمشي معاك وانا عملت له برنامج وخططت له عندي زميلي يخدم معايا عنده استوديوات يكري فيها منك جمعت ليبيا ليجيوا هكا ومنه ومنه وقتها فهمتني ولا قالي قدوره وفهمها واحد جاه شيخ جاه من ليبيا جاي سكن بحذاي يجي نكلموه شوفو كيفاش نحكيه معايا حكيته معايا اخذيت لودونيه من عنده كل ما شاي وقالي نجمه نحافظه ثم رحبه بيك ويعاد قدت له اروا بش نروح بيك انا المطار باش نقعد دي ما نكونتاكته معاه باش نتاكته خلا لي تاليفونه وكاو كي جيت حصرت ولدي على اساس قدت له اي بش نمزي منهزكه معايا اي بش يمشي حاوس وانا زيته معاي والله العظيم صدقوني قصم وقت اللي وصلته وحكيته مع الراجل ودخلنا الدار ووصلته انا غادي كلا نسيت لزليتن عملت له تاليفون يعطيه ولي بعثلي حد جاه هزني لدارو وقته فطرنا وعملنا كيسانتاي واحد قاللي اي اي طوابش نهزوه ايوب للمدرسة عمرو حداش نسناه وقتها ولدي هزيناه المدرسة بعد ما نظمنا اموره كل ما شاي قليت هنعني وبيحاولناه هنباس قلت له ايوب باش نمشي نجيب كاسكروت ونجي قلي بابا قلت له باش نمشي نجيب كاسكروت ونجي هنيراجع وخي نزيد شوية الروح به باش نضعف خليته هكا واقسم بالنيه بالوقت خليت الواج واضح